السلام عليكم نزيز سليمان ورحب بكم من صفحة 8 والحلقة الرابعة من المستوى الاحتراف الثاني للتفريق بين الاصر الاصلي والمقلط في الحلقات الماضية اتكلمنا عن التاريخ الزمني واتكلمنا عن كل الطرق المتاحة داخل المعمل للتاريخ الزمني اللي بتفيدنا كعلماء اصار في تحديد عمر الاصر ومدى اصالاته من عدمه النهاردة باذن الله تعالى هندخل في الاصرار اليونانية والرومانية بداية هناخد فكرة عن الاوضاع في مصر تحت ظل الحكم اليوناني وبعد كده تحت ظل الحكم او الاحتلال الروماني وحقيقة ان مصر في اواخر عصرها وقعت فريسة لاحتلالات خارجية كثيرة من ضمنها طبعا الاحتلال اليوناني والاحتلال الروماني وكان كله طبعا بهدف استغلال صلوات مصر وخيراتها وحضرتها العريقة طبعا ومصر دولة لها موقع فريد ولها موارد كثيرة كانت مطمع للدول او القوى الخارجية العظمى في التاريخ القديم وده شأن اي دولة ضعيفة او بتكون في فترة ضعف وما تقدرش انها تكون عندها قرار داخلي يعني مصر كانت قبل العصر اليوناني كانت تحت حكم الفرس وكانت مصر ما عندهاش القوى الداخلية انها تاخد قرار او تاخد القدرة او عندها القدرة انها تاخد قرار بطرد الفرس او انهاء الحكم الفريسي لمصر وطبعا كان ده سبب من اسباب تلحيب المصريين بالاسكندر الاكبر لما دخل مصر سنة 332 قبل الميلاد هنتكلم النهاردة عن ملمح بسيط هنبدأ بالعصر الهينيستي او بداية وقوع مصر تحت الحكم الاغريقي او الحكم اليوناني بدأ العصر الهينيستي في مصر بدخول الاسكندر الاكبر سنة 332 قبل الميلاد طبعا بعد وفاة الاسكندر سنة 323 تولى بطليموس الاول وده كان من اشهر وابرز قواد الجيش في عصر الاسكندر تولى حكم مصر واصبحت مصر تحت حكم البطالصة على ما يقرب من 300 سنة انتهت بمقتل كيلو بطرة او انتحار كيلو بطرة السبعة واخر الملوك البطالمة في اغسطس عام 30 قبل الميلاد بعد هزيمتها والقائد ماركوس انتونيوس امام القائد الروماني اكتافيوس وبعد كده اصبحت مصر الامبراطورية رومانية بداية من سنة 31 قبل الميلاد ومنذ ذلك التاريخ حكم الرومان مصر حتى فتح العربي اللي كان لمصر عام 641 ميلادين طبعا اسكندر المقدوني لما دخل مصر روسكندر الاكبر لما دخل مصر سنة 32 قبل الميلاد ليه مقاومة ضعيفة جدا من الفرس ليه لان المصريين مساعدوش الفرس في الدفاع عن البلد زي ما قلنا كان حكم الفرس بالنسبة المصريين حكما بغيضا كان الفرس بيصداروا الدين المصري والتقاليد المصرية وكانوا بينتهجوا اسلوب العنف لإحكام قبضاتهم على المصريين فكانت الشعب المصري لا يقبل حكم الفرس طبعا عدم رضا داخلي بس لكن كمقاوم ما كانش فيه مقاوم مخلص من الشعب المصري غير اللي هم رحبوا بقدوم المخلص اللي هو الاسكندر المقدوني وده كان جعل من الاحتلال الجديد لمصر موضع ترحيب وطبعا الاسكندر اظهر احتراما كبيرا للالهة المصرية وجمعنا عارفين ان هو زار معبد الالهة أمون في واحد سيوة وتم اعلام بقى الاسكندر ابنا للإله أو للمعبود أمون ودي قصة كلنا عارفين قصة الولادة المقدسة قصة موجودة في التاريخ المصري من قديم الأزل كل واحد يشوف انه ما لهوش حق انه يعتلي العرش يبدأ يخترع لنفسه قصة انه هو ابن المعبود أمون واشهر الالهة في المصر وأكبرهم طبعا ويقول ان هو بدأ بابن امون وان امون زار والديته في الفراش وان هو ابن امون مش ابن ابوه وطبعا من اشهر القصص اللي احنا عارفينها قصة حد شبسوت اللي كانت طبعا كست غير ما كانش مقبول في فكرة المصر القديم ان يكون فيه ستة جلسة على العرش فطبعا حد شبسوت قالت له انا مش ستة عادية ده انا بنت المعبود امون طبعا اسكندر خد نفس القصة وقالنا ابن المعبود امون وبدأ يعمل بقى يعسس العاصمة بتاعته وبدأ يخرج عشان يكمل حروبه مع الفرصة عشان يسيطر على الدول المحيطة بمصر وطبعا عارفنا انه بعد ما خرج كلنا طبعا عارفين انه هو توفى وبراكعة مصر تحت حكم مين؟ تحت حكم بطليموس لما القوات بتاع اسكندر اسموا التاركة بتاعته طبعا البطالمة او البطالصة اقروا نظام جديد لاخضاع مصر وكانوا طبعا كل الهدف اي احتلال هدفه هو استغلال الموارد اللي كانت متاحة للبلاد اللي بتقع تحت الاحتلال يعني لكن طبعا في القرن الاخير من الحكم البطلمي وقعت مصر في فترة من الضعف بسبب ضعف الحكام البطالمة اللي كانوا موجودين في نهاية دولة البطالمة يعني كليو بطرة السابعة اللي هي من اشهر الملوك البطالمة كانت بتحاول ان هي تعيد امجاد الدولة البطالمة لكن طبعا كان النفوذ الروماني في هذا الوقت ظهر وبشدة وكان فيه طبعا يوليوس كايسر وخلفائه ظهروا بقوة وكانت روما فيه اوج قواتها وعظماتها حاولوا في البداية ساعدوا كليو بطرة ان هي تفضل مستمرة في مصر بطبعا استمرالية تبعية لروما لكن طبعا في الاخر طبعا كان اكتافيوس خرج بعد وفاة يوليوس كايسر وخاد قوته ان هو يحارب ماركوس انتونيوس وينهي حكمه طبعا عارفين ان ماركوس كان بيميل لكليو بطرة وحصلت المعركة الشهيرة اللي كانت في سمتمبر سنة 31 قبل الميلاد اللي هي معركة اكتجوم البحرية وطبعا انتصر فيها اكتافيوس انتصار عظيم وكانت اذانا بانتهاء حكم البطاليمة في مصر ورغم طبعا ان كانت البحرية المصرية او بحرية البطاليمة في ذلك الوقت هي من الاقوى في العالم القديم وطبعا انتهت حكم البطاليمة بانتحار كليو بطرة اللي طبعا رفضت ان هي تثاق في المواكب في روما لاعلانا بانتصار اكتافيوس وانتحرت طبعا وانتهت مصر كدولة بطلمية او كولاية بطلمية وبدأت مصر تكون ولاية رومانية والحق يقال في موضوع الفن الاغريق كانوا بينتهجوا نهج المصريين القدماء في الفن حتى عندنا طبعا احنا بنسمي ده من الفن الاغريقي بنقول فن الاغريقي في صورة مصرية قديمة يعني المناظر اللي كانت موجودة داخل المقابر وداخل المعابد الاغريقية هي صورة منقولة طبق الاصل من الفن المصري القديم يعني الاغريق اظهروا ولاقهم وشغافهم وحبهم بالحضارة المصرية القديمة وجانوا بيقلدوها تأليد تام طبعا اضافوا ليها حاجات كتيرة طبعا خاصة في فن ناحة التماثيل الكبيرة لكن الاغريقي كان علاقاتهم بالفن المصري القديمة هي علاقة وثيقة ووطيدة غير الرومان وكده جماعة نفهم ان مصر قبل سنة 30 قبل الميلاد كانت ولاية تابعة للروما يعني حتى كان الحاكم الموجود فيها بطلمي لكن كانت تابعة للروما لكن مصر اصبحت ولاية رومانية بعد طبعا انتحار كيريوباترة اصبحت مصر ولاية رومانية وتم اعلام طبعا مصر كولاية رومانية وانتهى طبعا العصر الروماني زي ما احنا رفنا انتهى العصر الجمهوري في روما وبدأ العصر الامبراطوري اللي كان بيرأس فيها الدولة حاكم وليس كنصورا كما كان من قبل وطبعا اغسطس اللي هو كان اول امبراطور روماني احتفل بدخول مصر تحت الحكم الروماني بان مصر اصبحت ولاية رومانية وأصدر عملة في روما تحمل التمساح لأشهر حيوانات النيلية في مصر وكتب تحتها عبارة إيجيبتو كاباتا أي مصر بولايا رومانية أو فتح مصر ده يا جماعة نبزة بسيطة جدا عن التطورات والوضع اللي كان موجود في مصر سياسيا في الفاطلة اللي احنا هنتكلم عنها ثانيا إن شاء الله وإزاي نميز بين الأسرار الأصلية والمقلدة فيها طيب لما نيجي نتكلم عن الأشهر المواد المستخدمة في صناعة التماثيل في العصر اليوناني والروماني وعصر الروماني طبعا احنا عندنا أحجار كثيرة اتكلمنا عنها وعن أصلها وتكوينها وتكوين الكيمياء بتاعها وترتيبها والرمز بتاعها والكلام ده كله تكلمنا عنه في الدورة الأولى والرابط هيظهر دلوقتي في الفيديو فوق ممكن نرجع له ونشوف المحاضرة بتاعة الأحجار نتشوف كل أنواع الأحجار بالتفصيل إن شاء الله لكن هنا هنركز على بعض الحاجات البسيطة واللي كانت مهمة جدا في العصر اليوناني الروماني طبعا أشهر الحاجات اللي كانت مستخدمة طبعا الخشب الخشب بيعد من أقدم المواد التي يستخدمها النحاتون في صناعة التماثيل خاصة لتماثيل الآلهة وزي ما احنا شوفنا في مصر القديمة كان فيه تماثيل كتيرة جدا من الخشب طبعا خاصة للطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة كانوا بيستخدموا الخشب في صنع تماثيل الآلهة وطبعا الفكرة كانت في البداية خالص عبارة عن فكرة بسيطة جدا بيعتمد أنها عصاية طولية وفيها في النهاية رأس تماثل رأس الإله أو المعبود بتاعهم بيعلوا هذه العصة وخلاص كده فإذا كانت الفكرة البسيطة بتاعتها يعني وطبعا تم التطور النحط الخشب تطور فيما بعد لكن في مشكلة كبيرة جدا في الخشب لازم نعرفها إن الخشب مينفعش ينحت منه أو كان النحط بتاعه في التماثيل الكبيرة بسيط قلال جدا ونادر إن احنا لقيت مثال كبير مصنوع من الخشب وده بسبب حاجة بسيطة جدا اللي هي الألياف بتاع الخشب واتجاهتها إلا إذا طبعا كان الخشب بيتم طلاقه بالذهب أو غيره من المواد عشان نعالج الموضوع بتاع الألياف والاتجاهاتها ده فكان بيتم الطلاقه مثلا بالذهب أو بأي حاجة تانية عشان يتم النحط عليه أو استخدامه طبعا وطبعا الطلاق كان بيتم بعد عملية النحط وطبعا ما زال الخشب يستخدم حتى اليوم لكن كان استخدامه قادما غالبا بيكون فيه تماثيل صغيرة الحاجمة طيب الحاجة التانية اللي هنتكلم عنها معدن البرونز البرونز مادة من المواد اللي كانت مستخدمة بكثرة في النحط القديم وتوصل الإنسان طبعا إلى صهر واستخدامه منذ عصول قديمة جدا وموجود في مصر القديمة تماثيل كثيرة من البرونز وكان بيتم نحته في العصر الوناني الروماني بمهارة فائقة وانتشر استخدامه خاصة في القرن الخامس قبل الميلاد بشكل كبير جدا خاصة في صنع تماثيل المعبودات وغيرها من المنحوتات ومعروف ان البرونز معدن طبعا بيتكون اساسا من النحاس والاسدير ومفيش نسبة سابتة لان النسب كانت بتكون مختلفة ومتفاوتة حسب اللون اللي هم كانوا عايزين يحصلوا عليه من البرونز يعني النسب بتاعته مش ايه مش سابتة زي ما هو متعارف في أزام بعض الناس طبعا لجانب معدن البرونز طبعا كان بيتم استخدام معدن كثيرة زي النحاس والدهب والفضة والكلام ده طيب كمان عندي من الحاجات المهمة جدا اللي نتكلم عنها لما نيجي تكلم عن النحط في العاصر اليوناني الروماني الادهب والعاج الادهب والعاج بيعود استخدامهم في التماثيل اللي عصوم وبكرة جدا وطبعا كان بيتم طبعا استخدام الذهب سواء كان بيتم استخدامه خالص او بيتم استخدامه قطلاء زي ما تكلمنا عن التماثيل الخشبية كان بيتم استخدامه قطلاء او كان بيتم استخدامه في التماثيل اللي نقدر نسميها مثلا التماثيل المرثعة كان بيتم ترصية طبعا بعض التماثيل بالذهب ومعادن اخرى واحجار كريمة اخرى بيتم استخدامها مع مادة الدهب وطبعا العاج مادة نظيفة للغاية جدا مادة طبيعية وذلك كان سعره غالي جدا طبعا قديما كمان كان سعره غالي وهذا ما جعل اليونانيون عامة يستخدموه بصورة دقيقة وبيحرصوا على استخدامه في التماثيل خاصة التماثيل اللي كانوا بيقوموها للمعبودات بتاعتهم تمام وطبعا من أشهر التماثيل اللي استخدم فيها العاج والدهب مع بعض تمثال المعبودة أسينة كمان عندي من الحاجات اللي كانوا بيتم استخدامها في العصر اليوناني الروماني وهو بقصرة قاصة في عصر الروماني حجر المرمر وحجر الرخام المرمر مادة صلبة وكان بقاءه طبعا في الطبيعة أو بقاءه بعد النحت من أكثر دايمومة من المواد الأخرى زي التماثيل سواء كانت الخشبية أو غيره وكمان هو أقل ثمنا من الدهب والعاج فكان اللصوص أقل إقبالا عليه على سرقته أكثر أقل من سرقة الدهب والعاج وطبعا عرفنا ومن المعهود برضو أو المعروف أن التمثال البرونزو ممكن يعد صبه من استخدامه طبعا لو في فترة يعني من الفترات ممكن لص يسرق البرونزو وأنه يعد تسخينه وصبه وأنه يتم النحت عليه لنفسه أو يبيعه فيتم النحت عليه لأي أحد غيره طبعا ده في الوصور القديمة في سرقته في الوصور القديمة المرمر تم استخدامه وبكسرة في العصر اليوناني الروماني وطبعا كان من ضمن الأسباب اللي اعتماد عليه بكسرة أن إيطاليا من أكثر الدول في العالم قديما وحديثا في تصدير المرمر وموجود عندهم بكسرة وطبعا الامبراطورية الرومانية كانت امبراطورية شاسعة وتضم تحتها دول كثيرة من الدول اللي اعتبر المرمر فيها من المعادن أو من الأحجار الموجودة في الطبيعة عندهم فكان طبعا المرمر موجود وبكسرة شأن وشأن الرخان برضو نفس الكلام يعني والرخام صخر كالسي متحول يتكون أصلا من الكليسايت من ناقي جدا وطبعا من الكاربونات الكالسيوم زي ما احنا عارفين الصيق الكاملية بتاعته وبيستعمل في النحت وبيستعمل كمان كمادة بنائية وبيستعمل في كثير من الأغراض زي كساء الأرضيات والجدران والجدران الحمامات وطبعا فيما الدول الكثيرة بتشتهر في إنتاج الرخام زي طبعا دولتنا الحبيبة فلسطيني دولة العربية ربنا يفوق أسر أرضها يا رب وتعود حرة لنا ودولة تركيا وأسبانيا والبرازيل وإيطاليا وطبعا مصر الغنية جدا بمحاجر الرخام والمشهورة جدا سواء في مناطق المينيا أو في البحر الأحمر أو في سينا الحبيبة أو في أسوال وطبعا الرومان كان بيستخدموا كل المحاجر اللي موجودة في كافة الولايات التابعة للإمبراطورية الرومانية آخر حاجة نتكلم عليها النهاردة في المواد أو الحاجات المستخدمة في النحط الجرانيت الجرانيت يا جماعة وخاصة الجرانيت الأشهب والجرانيت الأسود كان من ضمن الحاجات المستخدمة بكسرة في العصر اليوناني والرومان وطبعا الجرانيت عبارة عن صخر ناري جوفي وبيتكون تحت درجة حرارة عالية وبيتكون أساسا من معادن كثيرة زي السلكات الألمونيوم والمرو آخر حاجة هنقولها النهاردة في المحاضرة دي عشان ما نكونش طوالنا عليكم ونبدأ ندخل منها وتكون ما تخلينا للمحاضرة الجاية إن التماثيل اليونانية كان بيشترط فيها شرطين عشان يتم منحتها أول شرط إن هي تكون تماثيل غنية وتكون بخمة الحاج تكون تماثيل غنية وتكون تماثيل بخمة الحاج بكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اتكلمنا فيها عن مقدمة بسيطة عن الأوضاع في مصر تحت الحكم اليوناني والروماني اتكلمنا فيها كمان عن أهم المواد المستخدمة في صناعة التماثيل في العصر اليوناني والروماني وقلنا تكلمنا عن الخشب وعن الدهب وتكلمنا عن حجر المرمر وتكلمنا عن حجر الرخام وتكلمنا عن الجرانيت طبعا ما تنسوش التتابع والمحاضرة اللي كانت موجودة في الدورة في الجزء الأول عن الأحجار عشان نكون عندنا فكرة عن كل الأحجار وتركيبها والألوانها والألوان الموجودة منها وبداية استخدامها والكلام ده وبإذن الله تعالى هنبدأ نتكلم في المحاضرة الجاية عن فن النحت في العصر اليوناني الروماني والتماثيل المجسمة والتماثيل المجموعة ونبدأ نتكلم عنها ونتكلم عن أهم ومميزاتها عشان نبدأ نعرف إزاي نميز بين الأثار الأصلية والمقلدة في العصر اليوناني والروماني هنتكلم عن كل ده إن شاء الله في المحاضرة الجاية انتظرونا وبالنسبة للفيديوهات اللي بتنزل تحت عنوان تزييف الأثار دي يا جماعة فيديوهات تدريبية عشان نتضرب على الحاجات اللي احنا خدناها في المستوى الأول من الدورة ومش كده بس ده هي كمان جزء من المسابقة للناس اللي بتبعت رسالة على صفحة 8 ونسا منودي بيكتبوا فيها الأخطاء الموجودة في التماثيل اللي احنا بنعرضها في الفيديوهات هي مسابقة الفائز طبعا هي الأول هيحصل على موبايل سامسونج جالاكسي جي سيفن برايم تو والفائز التانية والتالت جوائز مقضية إن شاء الله وفيه كمان مجموعة كتب ورقية وإلكترونية هتكون للفائزين اللي بعد كده الأكتر بالفائز إن شاء الله وفيه كمان عندنا مجموعة كتب الإلكترونية 250 جيجا كتب هتكون هدية للمتصابقين اللي بعد كده ومش كده بس 250 جيجا كتب ممكن لأي حد محتاجها يحصل عليها وهي فيها كتب من بداية 1820 لحد سنة 2018 كتب مضبوعة لحد سنة 2018 طبعتها بتاريخ 2018 في كل مختلف المجالات عندنا أثار مصر الشرق الأبنى القديم كلها أثار العراق كل الدوريات موجودة تقريبا لحد سنة 2017 فيه أكتر من 80 دورية كاملين لحد سنة 2017 من بداية أول عدد لهم كتب عربي وإنجليزي وفرنسيا بكل اللغات وعمارة وفنون وكل حاجة متعلقة بالأثار المصرية وبأثار الشرق الأبنى القديم موجودة في المجموعة بتاعة الكتب دي وهي إن شاء الله متاحة لأي حد وهنزل إن شاء الله بإذن الله أرقام تليفونات على صفحة ممكن السمنودي لكل الناس في كل محافظة يقدروا تواصلوا من محافظتهم عشان يحصلوا على نسخة من الكتب وإن شاء الله بإذن الله مكابلين معكم الدورة بتنسوش إن بداية من يوم واحد اتنين هيكون معانا إن شاء الله بإذن الله دورة اللغة المصرية القديمة للمبتدئين مع الأستاذ محمد حسن جابر وإن شاء الله بإذن الله بداية من يوم واحد اربعة 2019 هيكون موجود معانا مجموعة من دورات اللغات إنجليزي وفرنساوي وإطاري وألماني شايروا الفيديو عشان المعلومات توصل لناس كلها واشتركوا في القناة عشان نوصلك كل جديد شكرا والسلام عليكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة كان معكم نزيس سليمان من صفحة وقناة مانيتون السمنودي شكرا شكرا